مشاهدين الأعزاء، حلقة النهاردة فيها تشويق أننا نريد أن نعرف بعض الخفايا لهؤلاء المنتجين الذين عملوا تاريخ للسينما المصرية والعربية وده كان تحدي في الأوقات ابتداء من 1940 لغاية 2005 المرحلة دي خادت سبع مراحل في شكل التطول السينماي وشكل المواضيع يعني إحنا لقينا في بدايات الأربعينيات والخمسينيات الأفلام الكوميديية اللي بتعتمد على الموقف الكوميدي والحوار الكوميدي وشفنا سلسلة من الأفلام اللي فعلا مغزية شكل كل القنوات الفضائية الموجودة في الشرق الأوسط بعد كده جاءت مرحلة الستينيات وبدأت الأفلام اللي تخش في مرحلة الشكل الاجتماعي والتفاصيل اللي ازاي يطلع بيها فيلم فبقنا نشوف أفلام الطلبة أفلام الأحداث اللي كانت بتحصل في بعض الدور العربية وفي مصر بالذات قبل صورة 52 بعد كده شفنا شكل السينما بعد صورة 52 دخلت أفلام الكوميديا الاجتماعية وشكلها وابتدى الفنانين والمنتجين معهم يطوروا شكل الفيلم فشوفنا سلسلة جديدة من أفلام اسماعيل ياسين شوفنا سلسلة جديدة من أفلام بقى محمد عوض حسن يوسف وهكذا وابتدت مرحلة جديدة خالص بعد كده في أن الجيل الثالث من فنانين مصر طوروا من شكل أفلامهم ودخل بقى سي نور الشريف محمود ياسين نور الشريف ابتدى يعمل خط عد الإمام ابتدى يغد خط الخطوط دي كلها أفادت شكل السينما ونجحت جدا ومنتجين ابتدوا حققوا أرقام استغلوها في سلسلة إنتاج مستمرة جات فترة ابتدت تتنقل شكل السينما إن في منتجين زي الصباح وغيره في لبنان ابتدوا عايزين ينتجوا أفلام مصورة جوا لبنان فخدوا معظم الفنانين المصريين من فريد شوئل طبعا فنانينهم بقى إذا كانت صباح فريد الأطرش المطربين العمليقة في الفترة دي وابتدوا يعملوا أفلام لبنانية بروح مصر يعني إن الشكل المواضيع كلها كانت لبنانية بس بروح مصري وشبه مواضيع بسيطة أو خطوط من مصر بطولة فريد شوئي بطولة هودا سلطان بطولة حناغب بقى ميرفت أمين محمود ياسين وهكذا بعد كده في مرحلة السبعينيات بدنا نخش مرحلة جديدة خالص من شكل الأفلام وهي أفلام بقى إذا كان بيطلع علينا شكل الطلبة في الجامعات شكل العمال أفلام بتعتمد أساسا على الحركة التجارية لحركة الفيلم ودي كانت مهزوزة شوية في التسويق مع بداية التمانينيات ابتدت شكل الفنانين يفكروا طيب إحنا عايزين نطلع من العباية دي طيب نخش بأفلام شكلات ازاي قالك طيب نخلي شغلنا يعتمد على الشكل الكوميدي عشان نبتدي نعمل إرادات طبعا الناس فرحت بالتطور ده وشوفنا بقى أفلام لفريد الشوئي كوميديا شوفنا أفلام لفريد الأطرش شوفنا أفلام لعبد الحرام الحافظ شوفنا أفلام يعني دخلنا مرحلة نور بقى الشريف عدل إمام محمود ياسين بقى يعني شكل بقى السنائي شكل الطروة يعني ابتدت شكل السينما تتغير خالص جينا بقى في مرحلة التسعينيات ابتدى منتجين من الممثلين بقى زي المرحلة اللي كانت فيها أنور وجدي ومحمد فوز وهكذا وشادية اللي أنتجوا مجموعة من الأفلام اللي فعلا أسست شكل السينما المصرية ابتدوا ينتجوا هم بقى دخل محمود ياسين مع شهيرة ابتدوا ينتجوا شوية أفلام بطبيعة معينة بمواضيع معينة ابتدى نور وبوسي ينتجوا برضو مجموعة من الأفلام ابتدت الحدوتة دي في السنائيات دي يعملوا أفلام قريبة من المواضيع الاجتماعية اللي الشعب عايش فيه والمنتجين ابتدوا يتشجعوا وابتدوا يخشوا ينتجوا ابتداء من التسعينيات ثم ألفين ودخلنا مرحلة بعد كده الجيل اللي موجود حاليا من الممثلين بتوعنا أن يبتدوا يخشوا يشتغلوا وابتدوا يستثمروا فلوسهم مع منتجين ويعملوا أفلام بشكلها فيها شوية تكنولوجيا فيها تقدم طيب عايزيني النهاردة نشوف مين اللي بدأ بلعبة أفلام التكنولوجيا وأفلام الخيال العلمي ابتدت دي في مرحلة مرحلة التسعينيات ابتدت الفكر في أنه يتعامل فيلم لمحمد عوض ويسافر أمريكا ابتدى فيلم حسن يوسف مع مجموعة معه يسافروا أستراليا ويصوروا فيلم هناك ابتدوا عملية الخروج من مصر لحيطة الناس بتبصّلها وابتدت الأفلام دي تنجح للمشاهد المصري والعربي كان ما يعرفش حاجة عن أستراليا مثل وعن سيدني ما كانوش يعرفوا شكل بعض الأساسيات في الولايات الأمريكية يعني يمكن شوية شاهدوا بعض مشاهد الأفلام في باريس أو في روما لكن ما كانوش يعرف حاجة عن إنجلترا مثلا ما يعرفوش حاجة عن بلجيكا هولندا ابتدت أفلام مثل محمد ينيدي وصوروا في هولندا وهكذا التطوير ده خلق جيل جديد من المنتجين ابتدوا يفكروا طيب إحنا عايزين استمرارية لأن دورة راسمال طيب عايزين مواضيع ابتدت عملية تقليد الأفلام اللي بتنجح بره بقوا يشوفوا فيلم أكشن نجح يعملوا نفس التيمة بالمشاهد وشوفنا بقى إيه أفلام مثلا يعني يجي أحمد أهلالور عمل فيلم يجي أحمد سائر وعمل فيلم يعني ابتدت تتنقل شكل التيمة دي هم طبعا كانوا يقلدوا شوية نور الشريف لما عمل فيلم اللي كان عمله الفنان أمبي تاب بيتشام فنان الليند الأول وهكذا بعد كده التيمة دي ابتدت تنزل في بداية الفين وخمسة بجينا بقى نشوف أفلام لأحمد عز بنشوف أفلام دلوقتي حناقوا بقى اجي للموجود كله من الفين وخمسة لالفين اتنين وعشرين فيه تطور بقى دخل مطربين ابتدى عمر دياب ابتدى هاني شاكر يعني المطربين دول يبتدوا يسحفوا بأفلام عجبة المشاهدين ابتدى الجيل الجديد يخش تامر حسني وهكذا ابتدت الأفلام دي بتحقق الرضاة الجامدة والجمهور أصبح مش جمهور اللي تعود على الأفلام البتاعة الالفين والتسعينيات وكذا لا أصبح في فيلم الشباب النهاردة بنشوف فيلم زي اللي تامر حسني بحقق إراضات فيلم يعني شوية من الشباب بيتلموا مع بعض وعملوا فيلم بحقق إراضات سيان أحمد حلمي أو 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 فده خلانا النهاردة نبص طب إيه الشكل الجديد اللي ممكن بيفكر فيه بقى الجيل الجيل الموجود عشان يبتدوا يسلموا الشباب جديدة تستلم للأسف إحنا لسه ما عندناش جيل اتحضر يستلم من الموجودين دلوقت لهم خلاص يعني عدوا مرحلة الشباب سيان أحمد سقه هان رمزي أحمد حلمي محمد ينادي يعني خلاص الناس دي عدة السن عدة الخمسين طب فين الجيل الجديد اللي المنتجين لازم يعتمدوا عليهم في تقديم أفلام جديدة يظهر لنا بقى جيل جديد للأسف المنتجين غفلوا عن هذه المرحلة ودي اللي حنعاني منها في خلال السنوات اللي جاي أنا بقول حنعاني منها لان فين التحضير للشباب اللي حيستلموا مكان منا ذاكي مكان وكذا يعني عشان ما ننساش حد إحنا عندنا فجوة كبيرة لازم من المنتجين يوقعوا لها ونقابة التمثيلين توقع لها أنه يتحضر جيل ويأخذ فرصته حتى أدوار تانية عشان يتم عمل أفلام تواصل الحركة الإنتاجية لان خلاص الجمهور يعني خلاص وصل لمرحلة أنه كفاية يعني كفاية على النجم ده يعني والنجم ده كفاية يعني عايزين نشوفه الجديد مع التطوير لشكل السيناروهات والأعمال اللي وعي بقى للحكاية دي وابتدى أنه هو يمول أعمال أي نعم بيعتمد على الفنانين الأدامى أو الجيل اللي هو موجود منتج سعودي بدون ذكر الأسماء ابتدى يبص إن أنا ممكن أمول مسلسل وخط فيه اثنين ثلاثة عشان أستغلوهم بعد كده منتج لبناني أنا هعمل مسلسل وهعتمد على فلاني وفلاني بس أنا حطي جنبه فلاني وفلانية بيمهده من هو يعمل بهم فيلم وفعلا ابتده بعض المنتجين اللي يا دوبك بيفكر إنه هو يقدم يعني شوية رابط الحبل من الوسط أو العصاية من الوسط زي ما بيقوله إنه بيأخد واحد ابتدى يعني يتشاف شوية بس كبير يعني برضه مش من الشباب ويعمل بفلم يجرب يعني يجرب ماشي إحنا في التجارب جميلة بس فين فين الجيل الجديد فين الجيل الجديد فدي دعوة من خلال البرنامج بتاعنا النهاردة حكاوي السينما المصرية والعربية إنه يا منتجين ويا منتجين تاني إنه لازم نعمل وقفة ونجهز جيل ياخدوا أدوار تالتة وأدوار تانية ويجهزوا في خلال الخمس سنين الجايين تبقى دي النقلة لإنه لو هنبص كده الجيل الموجود اللي هو سنه أصبح خمسين سنة وكمان خمس سنين جايين يبقى خمسة وخمسين سنة ده لا يمد الأفلام الشباب اللي هم بيقدموها ما ينفعش الناس بقت وعية ما ينفعش واحد عنده هم الناس عارفة سنه إيه أو فنانة سنها إيه وتاخد دور طالبة في الجامعة أو طالبة في السنة ودي احنا بنشوف مهازل في مشكلة تانية مشكلة إنه ابتدى منتجين بيلاقوا مطرب بدون ذكر أسماء لا يمد للتعليم بصلة يعني من الآخر بصماجي يا دوبك عملك لباية واقعة ويروح جابوا بطل فيلم ويسندوا برقصة جاي من بره مصر ويقول لك أنا عامل فيلم ده مش مستقبل السينما في مصر لازم يبقى عيني الحتة دي كواس قوي وعلى فكرة بيعرض الفيلم بيفشل وشكرا وبيقعد يشتكي طب ما نأسس هنقول للنقابات النقابات مثلا يعني عليها عبق شوية المعاهد عليها عبق شوية بس الأساس إن أنا عشان أقدم وجوه أنزل للمجتمع بتاعنا إحنا تاريخ السينما المصرية اتعمل اتعمل من ناس اتخذوا من جوه المجتمع من ناجيب الرحاني لعلي القصر لشكوك والإسماعيل ياسين دول اخ كانوا خارجين مع تحي كريوكا هندو رستوم يعني حنقول للعماليكة بقى كلهم محمود المليجي فارس شوقي تاريخ اللي عملوا تاريخ السينما المصرية معظمهم لا يمدوا للتعليم وسعد حسني وناديا لطفي وهكذا الناس دي لدخلت معاهد لا ده منتجين اقتنعوا بيهم وعملوا بيهم هذا التاريخ فنأمل ان شاء الله انه يبقى في حركة فكر جديدة من المنتجين بتاعنا والنقابات والمعاهد الفنية سيان في مصر او في الدول العربية يدوا فرص حقيقية لانطلاق الجيل جديد وفكر جديد عشان نواصل الفكر الزحف علينا من امريكا ومن دول اوروبا حتى دول اليابان وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من حكاوي السينما المصرية والعربية ومع تحياتي وتحيات اسرة البرنامج ودكتور نبيل شاكر شكرا اشتركوا في القناة